أول خطاب رسمي للملك تشارلز الثالث سيكون معي الآن في الستوديو الكاتب والبحث الصحفي دكتور محمد قواصل حديث أكثر عن كل ما يجري أهلا وسهلا بك دكتور محمد معنا يعني نتابع كل هذه الإجراءات منذ الأمس ولكن أود أن أعرف منك بداية انتباعك على كل ما جرى منذ أعلان حتى قبل أعلان وفاة الملكة لأنه الكل اعتبر أنه بيان قصر باكينغ هام بالأمس كان إشارة واضحة وليس كباقي البيانات التي تتعلق بصحة الملكة كيف تبعت اليوم؟ تماما كان يوم مضطرب كان يوم فيه كثير من الأسئلة لكن لديك الحق تماما أنا كان عند الانطباع أنه منذ أن بدأت الأخبار الأولى أن الملكة توفت وبالتالي هم يحضرون الرأي العام الداخلي ويحضرون أيضا المؤسسات كان هناك جلسة في مجلس العموم بالاستماع إلى بيان الحكومة في موضوع مواجهة أزمة الطاقة تسربت ورقة نحو رئيسة الوزراء وبدأ أعضاء مجلس العموم يعرفون بما يحصل الوجوه كانت تعبر عن أن الأمر جلل وبالتالي بدأت مغادرة الناس باتجاه يوم آخر بريطانيا حزينة كان هذا اليوم يوم يفترض أن يكون متوقع منذ عقود الترتيبات التي نشهدها وسنشهدها لاحقا كان يتم التدريب عليها من قبل وسائل الإعلام الأمور تم تخطيطها منذ عقود تحت رعاية الملكة كما كان أيضا وفاة زوجها فيليب كان أيضا هناك ترتيبات تحت رعاية فيليب ومع ذلك الأمر جلل سبعين عام من الحكم في هذا البلد هناك أجيال وليس جيل كامل لا يعرفون في بريطانيا غير الملكة أليزابيت ربما أيضا هناك في العالم لا يعرف عن بريطانيا إلا الملكة أليزابيت وبالتالي نحن نشهد هذا اليوم هذه الساعات كثير من الأسئلة حول ما سينتظر بريطانيا برعاية ملك جديد هوات شعر الثالث اليوم هذا هو السؤال وحتى إذا ما عدنا إلى كل هذا النظام الملكي اليوم نوعا ما الملكة توفيت لونغ ليف دا كينغ مباشرة بطريقة أوتوماتيكية وتكبر الأسئلة حول مستقبل بريطانيا مع الملك الجديد ولكن قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أيضا يجب الحديث عن الراحلة الملكة أليزابيت من الناحية علاقتها بالبريطانيين علاقتها أيضا أصلا بكل شعوب العالم لأن كما ذكرت هناك شعوب وأجيال لا تعرف سوى ملكة بريطانيا أليزابيت ولكن إلى أي مدى هذه الصورة اليوم كانت جامعة للبريطانيين كانت ضامنة للبريطانيين كانت نوع من الراحة بالنسبة للبريطانيين هل هذا هو ما سيكون مع الملك شارلز أم أنه لديها شخصية أيضا استطاعت على مر هذه السنين أن تخلق هذا الرابط؟ هي لديها شخصية طبعا لديها اطباع الكاراكتر لكن أعتقد أن الظروف سعادتها بشكل أو بآخر هي أصبحت ملكة فجأة وعادت بالترتيب لم تكن لتكن الملكة كانت في الترتيب الثالث لكن نعرف أيضا كيف وصلت الملكية إليها حتى أنها أول ملكة تنصب أو تعين ملكة وهي خارج بريطانيا كانت أعتقد في كينيا في جولة في هذا المجال ثانيا أن بريطانيا خلال هذه الفترة مرت في طبعا هي منذ أن كانت طفلة وقبل أن تصبح ملكة توجهت إلى الأطفال في بريطانيا في خطاب شهير لطمأنة الأطفال من أهوال ما يحصل ضد بريطانيا لكن بعد ذلك عندما تقدمت كمالكة تريد أن تقنع رأي العام البريطاني وجدوا فيها هذه بنت البلد بمعنى أو بآخر وأنها على تماث مباشرة مع هذا المجتمع معا ما دكتور محمد تحدثت عن أيضا ما تحدثت عنه بالأمس عن رمزية هذه الملكة التي كانت صخرة وحاضنة للبريطانيين كنا نتحدث تحديدا عن هذه النقطة هذه التركة التي تركتها اليوم الراحلة الملكة إليزابيت والعلاقة الوطيدة التي جمعتها بالبريطانيين هذا تماما دائما في حال المؤسسة الملكية كانت دائما مطمئنة للشعب البريطاني قبل الملكة إليزابيت أيضا نذكر أيضا والدها عندما توجه إلى الشعب البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية ودعني أشير إلى أن الملك تشارلز الثالث وصل إلى لندن بعدما كنا تبعنا أنه أقلع بالطائرة الملكية مع زوجته كاميلا من قلعة بالمورال في شمالي سكوتلندا وصل إلى لندن وبعد هذه الجلسة لمجلس العموم سيلتقي أيضا الملك تشارلز الثالث برئيسة الحكومة لسترس تمام هذه الخطوات يعني معتمدة ربما من سنوات ربما من عقود هو سيلتقي مع رئيسة الوزراء أو سيتم استدعاء رئيسة الوزراء للقاء الملك الجديد في قصر باكينجهام واليوم مهم جدا لأنه سيتوجه إلى الناس بخطاب قبل أن يعلن رسميا ملكا غدا في هذا الشكل بالتالي أيضا هو يأخذ هذه التركة عن والدته صاحبة هذه الأرث الثقيل والكل يقارن ما بين تجربة إليزابيت وتجربة ريتشارد لم يكن لديها قصص لم يكن لديها مواضيع مثيرة للجدل بينما أولادها جميعا وأحفادها كانوا أصحاب القصص الكبرى التي كانت تتناولها الصحافة هناك صحافة هناك بيزنس في هذا الموضوع يتناول فقط الملكة وبالتالي العائلة المالكة كان هناك أيضا كثير من الأسئلة حول مواقف تشارد في مواقع ومراحل معينة وكان يأخذ مسافة معينة يفترض بالعائلة المالكة أن لا تأخذ أي مواقف سياسية كان يمكنه فعل ذلك كولي عهد ولكن الآن سيتغير تماما وهو طبعا وعد أنه عندما يصبح مالكا سيصبح قال لن أكون مجنونا وبالتالي سألتزم تماما بالسياسة البريطانية الجدير بالذكر أنه كثير من الهجمات كانت ضد المؤسسة الملكية من قبل البريطانيين نفسهم يساريا من كل ذلك وكانت يتساءلون هل يجب أن تبقى هذه المؤسسة الملكية هل يجب أن ندفع كل هذه الميزانية ومع ذلك حتى لستروس رئيسة الوزراء عندما كانت في شبابها كان لديها أيضا موقف ضد المؤسسة الملكية ذهبت قبل أربعة أيام للملكة نفسها لكي تعينها رئيسة للوزراء ويبدو أن المؤسسة الملكية كانت أكثر صمودا وأكثر مقاومة لكل الموجات السياسية التي مرت في بريطانيا متأثرة باليسار بفضل الملكة إليزابيت وشخصيتها هذا شيء مهم لأن القول أن هذه المؤسسة ستبقى صامدة قد لا يكون ضقيقا لأن دائما نتحدث عن أليزابيت وليست المؤسسة الملكية أليزابيت استطاعت قدر الإمكان أن تدور الزوايا في كل الحكايات الحاصلة في الداخل المملكة ولكن أيضا استطاعت أن تلتزم تماما بمهمتها كملكة تمثل بريطانيا دون تدخل ودون أي موقف معين يمس سياسة الحكومة الخارجية والداخلية وكان لدي هذا الانطباع بأنه أم الأمة ولا أعرف إذا تشاز بإمكانه أن يكون والد الأمة أو أب الأمة حتى الآن علاقة تشارز بالناس ما زالت غامضة علما أنهم يعرفونه الرجل لديه 73 عاما إذا ما قررنا الأعوام الأخيرة الذي بات حضوره أكثر كولي عهد بجانب الملكة قام بالعديد من يعني مثل الملكة بالعديد من المناسبات هل هناك أيضا يعني نوع من رؤية يمكن تحديدها بالمهام التي أوكلت إليه في السنوات السابقة تعطينا فكرة يعني إن صح التعبير عن كيف سيكون كملك تشارلز أثان هو طبعا كان متخصص في موضوع دفاع عن البيئة في موضوع النظر حول المعمار الحاصل في لندن وفي بريطانيا بشكل كامل وكان أيضا لديه بعض المواقف التي اعتبرت مثيرة للجدل في موضوعات سياسية معينة منها على صبيل المثال القرار الحكومي أخيرا بنفي المهاجرين الجدد نحو أفريقيا وهذا طبعا كان أثار جدل لدى منظمة حق الإنسان وإلى آخره بما فيها ولي العهد لكن أيضا أعتبر أن الملك كان لديه قصص وخصوصا علاقته مع زوجته الراحلة وعلاقته مع زوجته كاملة التي بشكل أو بآخر كانت أيضا مثيرة للجدل هناك شيء غريب أنه في حزيران يونيو الماضي بريطانيا احتفلت بالعام السبعين لتبوء أليزابيت عرش الحكم وكأنها كانت تودع أو أليزابيت كانت تودع بريطانيا دعني أيضا أنوه بأننا نتابع في أيضا الصور الطائرة التي تقل الملك تشارلز الثالث من سكوتلندا الشمالية إلى لندن بانتظار وصوله وكما ذكرت بداية دكتور محمد أنه نوعا ما الجدوى المعروف سيلتقي رئيسة الحكومة وسيكون له أول خطاب رسمي وجهه البريطانيين حول هذا الخطاب تحديدا وسنعود إلى المواضيع التي نتحدث بها ولكن هل هناك أي تفاصيل متعلقة بهذا الخطاب يعني دقيقتين يجب أن يكون أم هناك أيضا يعني نوعا ما بروتوكول معين لم يتسرب كثير بالمعلومات حول هذه المسألة ثانيا أن الخطاب يفترض أن يكون نوعا ما خطاب يمثل وجهة نظر هذا الملك الجديد في حديثه طبعا هو ملك وهو ابن الراحل أو بالتالي لديه الحق في أن يتحدث عن وردته وأن يكون يعني بحالة حزن لكن أيضا هو يتوجه إلى الشعب البريطاني كما توجهت وردته في مراحل عديدة وكانت صغيرة جدا وكانت صغيرة جدا وكما هو معروف أيضا هذا الخطاب ليس شخصي أعتقد أن الحكومة البريطانية ليها نظرة أيضا في هذا الخطاب ستكون مرافقة نظرة ليست رقابية لكنها أيضا هي أساس في السلطة التنفيذية وهو بالنسبة له هذا أول تقديم شخصي له كمالك وليس كولي العهد سينتقل من مهمة إلى أخرى وستتغير سلوك وتتغير مواقفه وتصريحاته وبالتالي أيضا توجهاته نحو هذا الشعب بريطانيا تنتظر هذا اليوم لكن كما لاحظت يمكن بالأمس كانت بريطانيا قالت توفت الملكة والمالك تشارز قرر ما يلي وبالتالي خلال ثواني تم انتقال هذه السلطة بشكل رمزي الانتقال الرسمي سيكون غدا يوم السبت وهنا أيضا سنتحدث وسنتابع بالغض أنه انتقال الحكم من ملك إلى آخر هنا أكثر ديني أكثر كنسي منه احتفال كباقي الدول التي لا تزل فيها ملكية سأعود إلى النقطة التي كنت ذكرتها عن محادثة في يونيو الماضي عندما كان هناك تكريم واحتفال باليوبيل البناتيني للملكة إليزافت لماذا قلت أنه كان نوعا ما وداعا من البريطانيين للملكة والملكة كأنها تودع البريطانيين أولا للملكة كان معروف أنها بدأت تتراجع صحيا وربما نفسيا بعد وفاة زوجها فيليب وهي توفت على مسافة أعتقد 515 يوم من وفاة زوجها ثانيا على المستوى الصحي كان هناك شكوك إذا كنت تذكرين هل ستخرج الملكة إلى الشرفة أو لن تخرج إلى الشرفة حتى بعد أن أصيبت بفيروس كورونا تماما تماما وإذ فاجأت الحضور أنها فعلا خرجت هي أول عائلة ثالثا أنها تعمدت في خطبها أن تحضر ابنها لهذا وقالت عندما يصبح تشارز ملكا فأوصي بذلك بكذا وكذا وكان هناك أيضا أسئلة حول كاميلا هل ستحمل لقب ملكة أو لا فأوصت أيضا أوصي بأنه في حال عندما يصبح تشارز ملكا فتعطى كاميلا هذا اللقب الملكة الزوجة وكأنها كانت تريد أن تقفل كل ملفات الخلاف الداخلي حول هذه المسائل وكأنها أيضا كانت تعرف أنها راحلة فهي توضع البريطانيين بهذا الشكل ربما لن نبالغ في هذا الأمر لكن أيضا صدفة غريبة أولا أن تتوفى بعد هذه الخمسمائة يوم من وفاة زوجها وأن تترك بعد الاحتفالات السابين يوم بكم شهر وأن تغادر الدنيا بعد أن سلمت بريطانيا إلى رئيسة حكومة جديدة هي المرأة الثانية في تاريخ بريطانيا رئيسة وزراء وكانت عندما انتقت ببوريس جانسون وليستروس أعتقد ساعات قضت معهم في الاجتماع ورغم كل تعبها لكن كانت كانت واقفة وكانت مبتسمة هذا أكثر معلق عليه يمكن أن نقول معلق عليه الرأي العام لبريطاني والقنوات منذ إعلان موتها بالأمس كان الجميع يستذكر الصورة الأخيرة للملكة وهي ضاحكة وحتى إذا ما تابعنا اليوم الصحف البريطانية هناك العديد من الصحف كتبت شكرا لك هناك العديد من الصحف التي ذكرت بأنها أدت واجباتها وهذا كانت العنوين العريضة وأعتقد أدت واجباتها حتى الساعة الأخيرة بما فيها واجب الابتسام وواجب الفرح بما يطمئن الشعب البريطاني غريب هذا الموضوع خلال ساعات انهارة صحتها وبالتالي رحلت عنها طبعا الأسئلة الكبيرة حاليا نحن في بداع ملكة لكن الأسئلة الكبيرة ماذا ينتظر بريطانيا بريطانيا في حالة انهيار اقتصادي في حالة تحديات بعد خروج من الاتحاد الأوروبي نحن في حالة حرب غير معلنة حاليا كيف تستطيع هناك طبعا يعني رأي عام يتساءل حول إمكانية الخروج من هذه الأزمة أزمة الطاقة وأزمة التضخم وفي نفس الوقت ما هو دور الملك في أن يكون منسجما مع هذه الحكومة وفي نفس الوقت أن يهد من روع المجتمع البريطاني لكن على فكرة كثير من الإضرابات تم إلغاء بسبب هذه المناسبة ربما أيضا انتقال الحكم من ملكة إلى ملك بإمكاني أيضا تهدئة روع الصراعات الاجتماعية تحركت الطائرة دكتور محمد ومشاهدين التي ستقل الملك شارلز الثالث إلى لندن مع زوجته كما نتابع في هذه الصور دكتور محمد يعني إلى أي مدى اليوم لأنك ذكرت نقطة مهمة أنه كانت يمكن أن نعتبر أنها كانت تحضر ابنها وليل عهد الملك اليوم شارلز الثالث كانت تهيئ الرأي العام لبريطاني ولكن إلى أي مدى اليوم الرأي العام بريطاني بكل المشاكل التي تواجه بريطانيا والتي ذكرتها على مستوى الاقتصاد والسياسة يمكن أن نقول أنه فعلا نجحت أم أنه من المبكر جدا معرفة هذا الموضوع هو من المبكر لكن أيضا الشعب البريطاني محضر لهذا الملك بالذات منذ أن عين وليا للعهد وهو يتابع ويواكب مسيرة ولي العهد فلم يكن مفاجئا المهم أن لا يكون هناك مفاجآت في موضوع زوجته في موضوع علاقة بأولاده ولأنه كل هذا مثير للجدل في موضوع هل الملكة كانت راضية تماما عن أداء ابنها البكر والتالي هي ترعى فبالتالي هي في حزيران يونيو لا أعرف إذا كانت مبادرة منها أو كانت مبادرة حكومية أن تذهب الملكة باتجاه الحديث عن هذا الموضوع وإنهاء هذا الجدل وإعطاء المباركة الكبيرة لابنها ملكا قادما في هذا وبالتالي نحن الآن لم نشهد أي أسئلة حول هذا الموضوع حتى المعارضة والموالات حتى المعارضين السابقين للمؤسسة الملكية كانوا فعلا أرسلوا ببرقيات العزاء والحزن وكل ذلك وبما يعبر عن أنهم متصقون مع حالة الوراثة من ملك إلى ملك ولن يكون هناك مشكلة كبيرة ربما نحن لا نعرف كيف سيكون رد الفعل بعد ذلك ما هي مواقف الملك الجديد ما هي علاقته بال هل سيكون له مواقف الملك الجديد أم سيكون مواقفه في تهدئة روع الناس مواقفه في أن يكون منسجم مع الحكومة طبعا عندما يتحدث الإعلام حاليا بما فيها قناتكم حول صلاحيات الملك طبعا صلاحياته المعلنة هو قائد الجيش هو قائد الدولة هو قائد الكنيسة هو قائد المؤسسات وبالتالي حتى القوانين تمر عبره وإلى خير إلى خير لكن كل ذلك تحت رعاية الحكومة وهو لا يفعل غير الصورة والرمز في هذا الشأن سؤالك طبعا جدير بالنقاش وخصوصا من الجمهوريات المنتشرة في هذا العالم خصوصا في أوروبا التي ما زالت تنظر بعين كثيرة من الأسئلة حول لماذا هناك ملكية الملكية موجودة في بلجيكا موجودة في إسبانيا وموجودة بشكل وكأن لا نستطيع أن نرى بريطانيا بدون ملك وملك يحكمها لكن أيضا كما تكلمنا منذ قليل هذه الموجات التي تدافعت باتجاه المؤسسة الملكية كانت تحميها شخص الملك هل الملك الجديد باستطاعاته أن يقنع المعارضين للمؤسسة الملكية بأن المؤسسة تستحق أن تبقى وهي حاجة وليست طرفا في هذه الدولة كيف يمكن أن يقنعهم بذلك؟ لأن دور الملكة خارج بريطانيا وخارج حدود المملكة المتحدة كبير جدا يعني ينظر إليها من عين ديبلوماسية جيدة تماما طبعا يعني في أمثلة كثيرة وخصوصا في 24 ساعة الأخيرة تم إثارة موضوع علاقة بريطانيا بدول الكومنويلث وكان الكثير من هذه الدول التي ليست كل الدول تحت تاج الملكة بقيت متعلقة بالتاج الملكي لأن الملكة إليزابيت وبالتالي الأسئلة تقول في حال أصبح الملك تشارز هل سيبقى بعد الدول مرتبطة بالتاج الملكي هذا طبعا هناك عمل لهذا الملك ليقنع هذه الدول بالبقاء ضمن هذه الفكرة الكومنويلثية البريطانية يستطيع ذلك من خلال أولا هو خطاب وخطابه عندما كان وليا للعهد كان خطاب يخاف على بريطانيا يخاف على المعمار البريطاني يخاف على المناخ البريطاني على البيئة البريطانية يخاف أيضا على على فقراء بريطانيا على فقراء بريطانيا على الأقليات والعرقية في هذا البلد لديه يعني تتحدثين عن الطابع الديني لديه كان علاقة أيضا حميمة مع الإسلام والمسلمين وبالتالي كانت هذا كان يمنع كثير من الحركات العنصرية ومن التوجهات العنصرية بأن تنمو وبالتالي أيضا المؤسسة المالكية هي مالكة للجميع جميع البريطانيين سواء كانوا مسيحيين مسلمين يهود هندوس إلى آخره فهذا طبعا شيء مهم إلى أي مدى بإمكانه وأعتقد أن يستطيع أن يكمل هذا الخطاب طالما أيضا هذه الحركات سواء يمين مضطرف أو التيارات شعبوية هي في حالة رواج حاليا فتريد صدا صدا وسدا معينا يكون على مستوى مرجعية كبيرة ما نعرفه حتى الآن أنه قال أنه سيكون الحامل للأديان وليس للدين كما كانت الملكة يعني إلى أي مدى اليوم البريطانيون جاهزون لهذا الخطاب بالمباشر من ملكهم هو تطور مهم طبعا نحن نعرف أنه هذه الكنيسة أتت بعد حروب كبرى بين البوتستات وكاتوليك وهي طبعا رأس الكنيسة الملكة وهو رأس الكنيسة بعد ذلك تطورت المجتمعات في أوروبا أصبحت متعددة وأصبحت الكنيسة رغم أنه معترف فيها بريطانيا فرنسا هناك علمانية كاملة تفرض مسافة ما بين الكنيسة والدولة لكن هنا الكنيسة حاضرة وحاضرة رمزيا لكن أيضا بريطانيا أصبحت كثيرة التعدد يعني حتى هنا في لندن خصوصا مجتمع كوسمو بوليت متعدد حتى هناك مناطق ستجدين فيها كثير من المهاجرين وهناك طبعا تعدد ثقافي وتعدد ديني أيضا وعلى الملك أن يكون ملكا على البريطانيين جميعا بما فيهم ثانيا أن التمدد البريطاني في العالم هو تمدد نحو دول ليست بالتالي مسيحية أو ليست بروتستانت وأنجليكان وبالتالي على هذا الملك أن يكون ملكا على كل هذا المدى الحيوي لبريطانيا وهو أيضا في ثقافته وفي أداءه السابق كان جاهز لها الموضوع ولن ينقلب من دفة أخرى هو جاهز وسيكمل خطاب في هذا الإطار وأعتقد أنه خطاب أصبح ضروري بالنسبة لبريطانيا لأنه في عودة نحن طبعا بعد الحرب الأوكرانية تحدثت عن النازيين والنازيين الجدد واليامين المتطرف الذي يدعم هذا وذاكر الطيرات الشعبوية التي أصبحت كانت قبل ذلك خجولة أصبحت في هذه الأوقات وقحة في مطالبها وفي عودتها إلى عنصريتها وإلى الدين الواحد وإلى آخر وبالتالي وجود ملك فوق المؤسسة البريطانية وفوق كل المؤسسات التنفيذية والكنسية أيضا باستطاعهم أن يحمل خطاب ويحمل ثقافي أخرى لهذا البريطان هل سيكون أيضا من الصحيح مقارنة تشارلز بالملكة إليزابيت على كل الأصعاد طبعا يجب مقارنة المقارنة ضرورية نستطيع أن نقول لا تقارن طبعا لكن دائما في مقارنة بين زعيم وآخر في كل البلدان ولكن أيضا يجب المقارنة بين مراحل زمنية ومراحل زمنية أخرى الملكة إليزابيت عاشت في مراحل الحرب الباردة والخروج من الحرب الباردة الدخول إلى أوروبا والخروج من أوروبا في مراحل العلاقات البريطانية الخاصة بالدول العربية وفي مراحل أيضا كان في برودة بهذه العلاقة وكانت الملكة دائما بغض النظر عن مواقف الحكومة الملكة لها سياساتها الخاصة وعلاقاتها الخاصة بالزعماء والملوك وبالتالي هذه المراحل أيضا مرت فيها بريطانيا وكانت بحاجة إلى ملكة من هذا النوع اليوم بريطانيا تمر في ربما مراحل أصعب يعني مراحل أكثر تعقيدا لأن الحرب الباردة كانت بين طرفين وبالتالي كان بالاستطاع من السهولة الاستفاف هذه المرة نحن يعني قبل أيام كانت ليستروس عند موقف يعني سلبي من رئيس الفرنسي كانت تعتبر كانت تتساءل هل هو صديق أو غير صديق طبعا بنفس الوقت الملكة لم يكن موقفها إلا أن فرنسا صديقة لبريطانيا بالأمس كان شيء لافت من الرئيس الألماني والحكومة الألمانية التي تتحدث عن دور الملكة في المصالح الألمانية البريطانية وبالتالي الملك أول مهامه هو مصالحة بريطانيا مع أوروبا لأنه هناك مشكلة جايبة حاليا في موضوع علاقة أوروبا مع الاتحاد الأوروبي في موضوع مصالحة بريطانيا بيئتها الجديدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وخصوصا أيضا مصالحة بريطانيا مع نفسها سكوتلندا تريد أن تنفصل إيرلندا الشمالية لأول مرة مؤخرا في الانتخابات التشريعية الحزب الذي يريد الانفصال هو في الأغلبية وبالتالي هذا البلد الذي يتألف من أربع بلدان هناك بلدين يريدان الانفصال كيف يمكن لهذا الملك مملكة المتحدة أن يحافظ على هذه الوحدة بشخصه وبخطابه مهمة عسيرة قد تكون أكثر صعوبة من مهمة الوالدات بانتظار كلمة أو أول خطاب رسمي للملكة شارلز الثالث شكرا جزيلا لك دكتور محمد قواص على المشاركة معنا